من حطب وأوراق شجر أوقدت هذه النار دخل فرن الطين هذا الذي بات كشرارة لمهند النجار وجد بها موهبة ينميها ودخلا يستر حاله في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة ظل جائحة كورونا وفترات الحجر التجايت لفكرة أني أعمل فرن للخبيز للبيت لا إلي أنا شخصي فعملته والحمد لله نجح موضوعه فالتجايت لفكرة تانية أني هو أعمل برميل منديل من الطينة برضو والحمد لله عملته نجحت فالناس شجعتني والتجايت لفكرة أني أعمل أفران وطبخات الطينة من ماء وقش وطين أبدع مهند في صناعة هذه الأفران التي لا يتجاوز سعر الواحد منها ثمانية دولارات من صنع يديه يقاوم أزمتي الحصار على قطاع غزة وكورونا ويتغلب على فقره ولكن هناك أيضا تفاصيل أخرى يجب أن تروى الثلاثة بعانوا من مرض اللي هو مرض التبول الفنولي البكيو ففي جنبات هذا المنزل ببلدة خزاعة قصة فقر ومرض فمهند الذي وجد السلوى في القليل من مال صنع أفران الطين يحاول أن يوفر حياة كريمة لثلاثة من أبنائه الذين ولدوا بمرض وراثي نادر يكلفه أسبوعيا أكثر من ثمانين دولار لكل فرد منهم طبعا أنا أشتغل في النظام أفران وطبخات الطينة حتى أوفر أشي بسيط من المتطلبات التي تطلب كل يوم من خلال توفير حليب وتوفير حفظات طبعا توفير مواد تنظيف توفير غداء وأكل خاص للعيلة ويلابزات لأصحاب المرض الذين ذوي الاحتياجات الخاصة طبعا هذولا لهم نظام أكل خاص هذه الأوراق الطبية تلخص ما يعيشه هذا الأب من ضرورات حياتية لا بد من توفيرها لأولاده ليبقى المرجو لديه فقط تأمين ما يلزمهم من غذاء وعلاج لإنقاذهم لفضايا النجاح تغريد العمور قطاع غزة